أنا بس عايز أطلب من حضراتكم طلب والله الحالة حلوة كابتن حسام عايز يعمل واضح إنه عايز يعمل حاجة خد بالك عايز يعمل حاجة لمنتخم مصر كتير من المدربين اللي هيجوا لمنتخم مصر سواء مصريين أو أجانب هيبقوا عايزين يعملوا نفسهم ويعملوا لمنتخم مصر النسبة بتاعت نفسهم دي ممكن تبقى أكبر شويتين عشان الكريب بتاعهم والسي في وأن أنا عملت حاجة مع منتخب كبير زي منتخم مصر حسام ما أفل اللعبة كده كده مع حفظ الألقاب طبعا حسام حسام ما أفل اللعبة يعني آه طبعا عايز طبعا يكبر الكريب بتاعه ويبقى عمل إنجاز مع منتخم مصر بس أنا حاسس إن كابتن حسام همه قوي قوي منتخم مصر كل شوية كل في مؤتمر كل تصريحاته على فكرة حتى هو مع اللعيبة ما ليتكلم على مصر والبلد والجماهير والشعب المصري في حماسة واضحة وطلع دك مين كابتن حسام حسن في بقى اللي جاية دي سامحوني في الكلام اللي هقوله كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني أثناء عزف النشيد الوطني في المباراة أمام بوركينة فاسو الراجل انفعل وبكى واقف وسط 80 ألف مشجع عنده مسئولياته الجميع بيقول بلادي بلادي الجميع على مصر مرفوع فالراجل بكى من قلبه في ناس بعض الناس ما عندهاش من الاحترام الكافي للمشاعر انه يقدر مشهد زي ده وأنا اخترت ألفاظي والله فتلاقي اخزار تلاقي دحك تلاقي كوميكس يقول لك أول ما كاملة جات عليه يا راجل هذا الانفعال الواضح قول لي كده انت لو شاطر كده بالناس القليلة اللي هزاروا وديحكوا في الكلام ده هتعرف تمثلها ازاي وبعدين همثل ايه ده حضرتك ده احنا واحنا عاديين في البيت لما النشيد الوطني بيعذف بنتأثر وجسمنا بيقشر وبنهم نقف ده هو واقف بقى واستثمانين ألف مشجع واستثمانين ألف مشجع بيقولوا السلام الوطني وشاي المسئولية وبكى تلاقي ناس قليلة الاحترام بتهزر وبتضحك وتتريأ وبتعمل كوميكس على راجل تأثر أثناء عز النشيد الوطني السورة هي لا وفيس سورة كمان مؤثرة أكتر لي يا جماعة بجد والله احنا ازاي وصلنا المرحلة برضو بتكلم على كلها من الناس ازاي وصلنا المرحلة ان المشاعر الإنسانية حتى بينات عامل معها بسخرية بصراحة هيلقطة استفزتني جدا وحبيت اتكلم عنها كابتن سعفان الصغير يابكي كابتن حسام يابكي حضرتك وانت ده انا لما بروح احضر المباراة مش انا سيبك من انا بص على المشجعين في المدرجات هتشوف حجم التأثر أثناء عز السلام الوطني فيه مهمة مهمة جدا تصفيات كاس العالم مصور شاطر اللي اتقط الصورة في لحظة كان متأثر فيها كابتن سعفان الصغير بتلاقي الناس انا شفت كمية فيديوهات وصور انا كل فيديو ببقى نفسي خش اكتب تعليقات وخش اتكلم واتنرفز واتعصب وكأن انا سعفان الصغير حاجة مصطفزة جدا مشاعر انسان انا مش بكلمك دلوقتي اللي على وطنية ولا بكلمك على منتخب بلدك ولا بكلمك على كابتن سعفان تاريخه ايه ولا مش تاريخه ايه ولا بكلمك ان ده احترام الجهاز الفان المنتخب مصطفزة انا بكلمك بس على امور انسانية فطرية طبيعية المفروض تبقى عندك اشتركوا في القناة